من جهة أخرى أكد رئيس هيئة النزهة الاتحادية على جواد حميد مضي الهيئة قدما باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون مبينا في الوقت عينه توفر الضمانات للمتهمين ولا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف القضاة من جهته أكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سعي المفوضية لتوطيد التعاون مع الهيئة وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المنظمات الدولية لبيان إنجازات هيئة النزاهة